طب حركة نقابة بتعمل ايه يعني بتقدم الافكار دي طبعا تجيط على الجرح انا كان نقابة نقابة طبعا يمكنات اوليلة انا طبعا دوري الكبير ان احنا بنقوم بدور التوعية ونقل المشاكل للمسؤول ونقل التعليمات من المسؤول للمزارع ده الدور الكبير اللي احنا بنعمله ممكن نعمل ندوة نوعى عن ناس بمخاطر مثلا ان انت ترش مبداية غلط ان انت مثلا تعمل حاجة خطأ ان انت تخالف القانون انت كده في حاجات مسؤول تاني حاجة ان احنا برضو في دور الامكانيات البسيطة الناس عاد بنساعد الاسر مثلا لو حد غارم او غارمة حد عايز يعمل مشروع زي كده وما معاش سيولة ممكن جماعة يشتركوا مع بعض كاسرة في النقابة ويجيبوا للراجل ده مثلا الماشي لان الماشي ده بتدفع فيها فلوس ممكن ما يكونش معاه اساسا وفي حاجة اسمها يعني زي المشاركة انا اجيب لك الحاجة وانزيادة الفايدة دي بكسيمها معاك بطريقة ما بينهم وبين بعض يعني لو جبنا مثلا يبقى عشر تلاف جنيه مثلا ويجينا بيعناها بعشرين الف يبقى العشرة للزيادة دي انت لك نصة كمربي وده بتشجع كهسرة كنقابة على مستوى الجمهورية التاني حاجة ان النقابة بصفة عامة يعتبر هي بيت الفلاح الفلاح دلوقتي ما قدرش يروح لوزير الزراع اوتوماتيك بيروح للنقيب للمركز او المحافظة بيقول له مشكلتي كذا بيوصلها للمستوى الاعلى منه ده غيرت بتروح للوزير في صورة مبسطة في مشكلة في قرية الفلانية في مركز كذا بتتحل بسرعة واحنا شفنا الموضوع ده تتحل بسرعة؟ اه لانا ده مهم نقول الناس نا بتتحل بسرعة؟ اه لانا انا هستأذن بس حضرتك معنا مريم من سوهيك سواحي الفل اهلا بيكي مريم سواحي الخير تفضلي مريم مش معنا؟ يبدو فيه مشكلة حاولي تتكلمين مرة تانية انا يعني سؤالي لحضرتك بتتحل ولا لا؟ الاستاذ ايبا بتقول له تتحل بسرعة دي يعني كان فيه تجربة الاسبوع القبل اللي فد كان فيه جامعة اشتكوا من تلا على اساس انه مرشوا مبيت كده كان للحشاش اضر الامح بتاعه فبتواصل مع وزارة الزراعة التاني يوم بالزبط وطلعت لجنة وراها تقيمت الموضوع وحصلت الاضرار حصلت كذلك في المينيا فانا فيه دلوقتي فيه سرعة فيه رد الفعل خاصة لما الموضوع بيوصل للاعلام بصراع انا بقولها كده لان انت لما بتكلم على حاجة المسؤول نفسه بيقلق لان احنا عندنا رئيس جمهورية ربنا يديه العافية ما بيستناش على غلطة ولا بيستنى على حد يسكن فاتبص تلقى المسؤول اللي تحت منه بيخاف انه هو فيه حاجة تحصل وما بيش فيه تصرب بصورة اي ما يعمل ده من غير ما يخاف اي مسؤول لا اوليك على حاجة بقى هو الرد والخوف احنا طبعا بشر والبشر طبيعي كده ان ما كانش فيه حاجة يعني تردعه هو باخد على الراحة فحتى في البلاد اللي بره انا بيجيب مسؤول انه هو يخاف من القانون انا مش عقب ان انا خاف ان انا اتطبق عليه القانون واخاف واعرف ان فيه حد ما راكبني على طول اشتغل عدل واشتغل بسرعة